مساء الخير الأم هي صندوق أسرار بنتها هي أول واحدة بتسمع بتواسي وبتشد لما تكون الشدة ضرورة في حاجات كتيرة قوي فعش تتكلم فيها البنات غير مع الأم خاصة في مراحل مثلا زي مرحلة المراقة في حاجات كده البنات مع أمهاتهم بيفهموا فيها بعض أسرع من أي حد بس أماني بطلق قصة حقيقية النهاردة علاقتها مع مامتها غريبة جدا فيها عند فيها أسوأ وكمان ضرر نفسي طب إيه اللي حصل بينهم تيجوا نسمع قصة من أولها ونشوف أماني بعدها تقول لنا إيه اسمي أماني وعندي 40 سنة وعمري ما كنت تخيل في يوم من الأيام أني أبعث البرنامج عشان أشتكي أمي واللي عملته معي أنا وابني لكن أهل لا حصل أنا مشكلة حياتي كلها أمي من يوم ما بدأت أكبر وأفهم وهي ستة قصية ما فيش عندها حنان من ناحيتي أنا بالذات من وأنا طفلة لحد النهاردة عمرها ما خدتني في حضنها ولا حاولت تسمع مني إيه اللي بيتعبني طب إيه اللي مدايقني صدقيني يا سالي أنا بكتب الرسالة دي وربنا عالم بكسرة قلبي في كل كلمة بكتبها أنا بنتها الكبيرة ومعي أخو وأخت تنين ومن وقت ما كنت في عدادي وأمي شديدة معي معرفش ليه فحينه مع أخواتي حنينة وطيبة والعلاقة ما بينهم حلوة أمي كانت محتوية أختي في كل المواقف الصعب اللي هي مارت بيها كانت دايما بتسمع لها تهون عليها لكن أنا لأ كنت بحتاج لأمي في مرحلة المراقة اللي هي المفروض أهم مرحلة في حياة أي بنت ألاقيها بعيد أمي مع الغريب كابة تسمع تهتم تدي نصايح ومعي ما فيش غير العتاب واللوم في كل حاجة لحد ما بقيت مكسورة مش واسقة في نفسي وده اللي خلاني بعيدة عن أختي دايماً لوحدي وقت ما مر بأي مشكلة بكتم في نفسي وعيط ما حكيش لحد شكوتي طب بقولك إيه أميني باباكي فين باباكي فين من كل ده إحنا لازم نسمع قصة تعالوا نكمل الوحيد اللي كان قريب مني هو بابا كان طول الوقت بيهون علي لما يلقيني مخنوقة ومتدايقة كان يجي يهزر ويدحك لحد ما يخرجني من لنا فيه وبدل ما أمي تسيبني في حالي كان بتتغس جداً تتغس جداً من بابا وتلوم عليه وتقوله ما تسيبها هي غاوية نكد رغم أني أقسم بالله لا بحب الناكد ولا الزعل لما كنت أنا وهو نتفرج على فيلم نقعد نهزر وندحك نعمل جوه في البيت كان بتاخد جنب تقعد لوحدها تقلب وشها أحب أقولك أن بابا كان بيشتكي من أسلوبها ومشاعرها المليانة أسوأ وجحوت كان بيشتكي لي أنها مش حنينة عليه لما وصلت لسن 21 سنة اتعرفت على شاب كويس ومحتر حصلت بينا إعجاب حسيت أنه هو حب عمري وبابا كان فرحان واتفقنا على الخطوبة وفي قعدة من الأعداد اللي كنا منتفق فيها أمي اتدخلت في الكلام انفعلت على بابا وده رجل صعيدي أبوه ما عجبهوش تدخل أمي أخد فكرة أني هكون شديدة زيها والموضوع باز رغم أن بابا رح لأبوه عشان يحل الخلاف خطيب يحاول مع أبوه بس في الآخر كل المحاولات فشلت دخلت في حالة اكتئاب فضيع كرهت أمي في كل شيء وفضلت هي على نفس الحال لحد ما وصلت لتسعة وعشرين سنة اتعرفت على شابة من محافظة تانية فضلنا نتكلم فترة في التليفون لحد ما جيت قدم لي بابا وقتها كان متردد أمي رفضت تماما بس أنا وفقت كنت وصلة لمرحلة أني لازم أسيب البيت وامشي بأي طريقة كتبنا الكتاب على طول بعد سنة اتجوزت رحت مع المحافظة بتاعته ما كانش واجعني بس غير فرق أبوي يوم ودعو عياط عياط مش عايدي لما قال لي هتوحشيني هتوحشيني قوي بعد الجواز حصلت مشاكل جمدة جدا بيني وبنجوزي بسبب تدخلات أمه في حياتي استحملت فوق طقتي عشان الموضوع ما ينتهيش بالطلاق وارجعتني عيش مع أمي لكن للأسف ما قدرتش رجعت بيط بابا ومعايا ابني اللي طلعت بيه من الدنيا بابا كان فرحون برجوعي طب طب علي وقالي ما همكيش كان طغير من الفرحة بابني لكن أمي بهدلتني لهو معتاب كلام زي الدبش فرع يحوق جاية لدرجة إني فكرت أنتحر أنا وابني نمشي مع بعض بدل ما أسيبه يتبهدل بعدي لكن ما قدرتش أسيب بابا خفتي يجرى له حاجة بعد فترة ابني دخل المدرسة وأنا نزلت أشتغل كانت الأمور نوعا ما هادية لكن من وقت للتاني كنت بحس بصدمة لما تيجي واحدة من صحاب أختي أو معرفة وتشتكي الماما مثلا من مشكلة مضايقاها ولاي أمي قلبة ملك بتطبطب وتواسي تقول كلام حنين كله حكم وموعظ وهما بيشكروها ويقولوا لها أن هي أحنة واحدة في الدوني لحد ما جي يوم وبابا وماما تعبوا في نفس الوقت هي سفرت في رحلة علاج طويلة فطبعا كان لازم أسيب الشغل عشان أفضل جنب بابا وأخدمه في غياب أمي وأنا اللي كنت مسؤولة عنه وعن ابني لحد ما جي اليوم اللي كنت مرعوبة منه بابا مات الكلام ده كان من سنة ولسه حس كأنه مبارح اتكسرت يا سالي أنا وابني خصوصا بعد اللي أمي عملته فينا للأسف للأسف كانت حريصة جدا جدا على الفلوس أحب أقولك أنه عمرها ما سألتني لو كنت محتاجة حاجة أو ناقصني حاجة لدرجة أني ما كنتش بروح مناسبات بسبب أنه ما عنديش لبس حتى في العيد كنت بفضل قعدة في البيت عشان مفيش لبس لكن من ناحية تانية أختي كل مناسبة يجب لها طاقم غير تاني ميكوب كوفر عارفها يا سالي لما ما تلاقيش أمان في بيتك ده بيخليك يتدوري عليه برا وللأسف ويعتف مشاكل كتير بسبب كده كنت بكتم كل ده جواي أتقهر أبكي كل ما شوف أمهات حنينة بتحضن بنتها بتحتويها ودلوقتي أمي عايزة تطبق معاملتها الصعبة مع ابني رغم أنها بتعامل ولاد أخويا معامل حنينة ولهم عايزينه بيتجاب لهم لكن ابني زعي انتقاد ولهم على طول تخيلي طفل عنده عشر سنين يقولك تيتا مش بتحبني زي عيال خاله رغم أن كلامه بيتبحني بس كنت بحاول أعالج الأمور بهدوء عشان ابني ما يطلعش معقد نفسيا لحد ما تعبت ونقلت أنا وابني وحافظة تانية وباخد نصيبي من معاش والدي وأخوي يا ربنا يبارك فيه ويحفظه هو سنة دي بعد أبوي مش قادرة يا سيلي قدي لأمي أي نوع من الحنية والعطف لإني ما شفته مش منها أبدا مش قادرة أعيش معاها إلا فاضل من عمرها مش عارفة إذا كنت صح ولا غلط قولولي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة أماني هي ما بعدتش مثلا إن هي راح تتجوزت زوج واتطلقت منه أو هي مثلا بتتكلم يا جماعة أتطلق ولا لأ أصل جوزي وحش أصل شغلي مش مرتاحة فيه فنفسيتي مش مستحملة لا أماني بتهرب من مامتها أنا فيه سؤال بدور على إجابته من أول الماسدج اللي هي بعتتها أو القصة اللي هي بعتتها ومش لقيا له إجابة طب الأمة ممكن تعمل كده ليه مش مانا بتعمل كده مع أماني بس لإخوات التانيين عايدي يعني نعرف إنه فيه أم تحب ابنها وتفرق بين ابنها وبنتها لأن الولد ده بيبقى برطة أمام ربا أحد شي جنبه أنا شايل له الحمام جوه شايل له فرخة بكشكة عنده ما ناكلش إحنا كلنا أكله فيه ناس كده وعائلات كده لكن إنه يتفرق بين بنت وبنت وأخوها طب إيش معنا طب هو دايما ممكن نلاقيه في عائلة إنه مثلا حد قريب من أبوه يبطرة في التاني واخي الجنب مامت مامتها طب لو أنا قريبة من مامتي يوا بابايا دايما شايفني غلط لأ المحتاجة تكلم كتير قوي هنجاوب على كل الأسئلة دي بس بعد الفاصل استنونا قصتنا النهاردة عن أماني اللي على حسب كلامها مامتها بيتعاملها بقى أسوأ غريب عكس معاملتها مع أخوتها أو حتى مع الغريب بتبقى إحنا هنا قوي حكيمة وسند أماني بقى حبت ولد محتر وجي خطوبها مامتها اتسببت إن الخطوبة تبوص تخيلوا فقررت أماني إن هي تهرب من العيشة مع أمها وإنها تتجوز واحد من محافظة ثانية بس خلوا بالكم ده بعد تسع سنين أو تقريباً ثمان سنين من فشل الجواز الأولانية بس الاختيار كان سريع فكان طبيعي إنها تتطلق صح؟ ترجع لبيت باباها ومامتها معها طفل اتعقدت الدنيا بقى بموت والدها لو كان حنين عليها جداً ويعدي يهزر معاها ويتكلموا على طول تخيلوا إن ابن أماني بيقولها تيتها مش بتحبني لإنها بتعاملوا بأسوأ عكس معاملتها بقى لولاد ابنها حنية وطبطبة عارفيني يعني إيه طفل عنده عشر سنين ياخد باله أماني قررت إنها تهرب خدت ابنها سفرت محافظة تانية لتاني مار بس بتقول أنا مش قادرة أحب مامتي أو أعيش معاها لفضل من عمرها موضوع ده مدايقها جداً مش عارفة إذا كانت هي صحة ولا غلط عشان كده منورونا ومشرفونا النهاردة المعالجة النفسية دكتور هيند ببن زيك يا دكتور هيند أخبارك إيه؟ منوراني لا يخليك حد سلامي هو في حد ممكن مش قادر يعيش مع أمامته ومش بيحبها من كتر الأسوأ أكيد ممكن الأم مددتش حب مددتش حنية أنا مع الوقت مش قادرة أتعامل معي طول الوقت في قصوة في همال في معاملة سيئة ما فيش احتواء مش قادرة تحس بيها بمعاناة طيب في أم ممكن يبقى لو هي عندها تلاتة يبقى كفاية عليها تنين وانتي خليك مش عايزين منك حاجة وهمش عارفين هي أمانية كبيرة ولا لا بس أظن هي كبيرة هي كبيرة وفيه أخته أخ حسنا ما بتبقاش كده هي ساعات الأمهات بتبقى فيه علاقة ندية مع الطفل الأولاني بالذات بتحس ان هو أقرب لها أو شبهها فبتمارس عليه سلطة أو مرة عايزة يتطرع أكتر خلينا نقول أن في قصة أمانية بالذات الأم هنا كانت فيها قصوة جديدة عليها فيه عمف معها فيه رفض لها دائم فيه وصفها بصفات أن هي نيكادية أن هي مش متفعلة معها هي مش كويسة الأم هنا حطت البنت دي كما لو كانت التارجت بتاعها أنها تطلع عليها سلبيات شخصيتها أمانية مش مبلغة فإنها بتقول أنها مويتها بتعمل كل ده والله أنا كم ممكن يقولوا أنها مبلغة بس الموضوع مستمر لحد ما بقى عندها رفعين سنة هنا ما فيش مبلغة هنا الموضوع فيه بيتأكد مشهد ورد تاني موقف ورد تاني ابنها كمان بيأكد نفس المشاعر ووصلوا له أنا أقول لك أنه ابنها يقول كده أنا طفلة عنده عشر سنين يقول أنا تيتا مش بتحبني الأطفال بتاخد بالها أصلا وصل ممكن يعني الأطفال بتحس الإحساس ده وعنده عشر سنين يقدر يبني تفكير ومين بيحبني ومين مش بيحبني دول أكتر هما المشاعر عندهم بيور هما فعلا بيحسوا بالحب أكتر لما حد بينه يقولي ده مش كويس أو ده بيعملني مش كويس نصدقه نصدقه طبعا إن مشاعرهم صدق هما بيحسوا فعلا بالمعاملة وبيحسوا بالكلام بيحسوا بالحنية بيحسوا بالاهتمام طب هي مش كويسة مثلا مع بنتها هتقدر تعمل كده مش عز الولد وولد الولد ما هو من الأول بقى أنا من الأول بنت دي أنا رفضها مش متقبلها في علاقة ندى بني وبينها في غيرة ممكن نحيتها في مش عايزها تستقل في مش عايزها تكون مبسوطة ولا لما تبقى البنت قريبة من أبوها ساعات الأمة بتغير ما دي حاجة في علم النفس إنه روح لحبيبتك طبعا بنت أبوها أيوة فهي بترفضها تماما بترفضها تماما ممكن بتحاول تشوهها دي نكادية تقول نكادية ويسيبها ممكن يكون سبب كل ده إنه هو الأب كان بيحب أماني زيادة ممكن ارتباطها بابوها من الأول هو دي اللي عمل لها غيرة فبدأت تتعامل معها بشكل تاني فبدأت تلعب مع الاتنين تانيني وقف صفا بالضبط حد النهار ده في عقدة قديب أو عقدة إلكترا طبعا دي موجودة دي عقدة في التفكير دي بيتكمل معنا يعني مفيش مش هتوقف عند حد معين لا 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 هتوقف ازاي دي عقدة نفسية دي ارتباط الأب إننا نحاول نعالجها فما تطلعش تاني في المجتمع هاي إحنا محتاجين شوية وعي بس شوية نطق إحنا مستوعبين دلوقتي بقى في وعي إن أنا مبسوطة جدا ويمكن يكون البرنامج ده من الحاجات اللي ساهمت وأنا ببط سعيدة إنه بقى في حاجة سمطط بنفسي بقى معترف بيه معترف بيه وإذا أقول لي معترف بيه بقى حاجة معصليتي مجنونة عندنا في البيت مثلا واحدة مجنونة يا جماعة بتتعالج نفسي لو أشعيب طبعا ده خلال بقى كل واحد بمعصر بستعه لأساسي خلاص يوجهه وينصحه وفي المدرسة بقى يروح وبالزبط بقى حاجة خلاص أساسية دلوقتي ولو مثلا حصل انفصال لقدر الله تلاقي أول حاجة بتقولك أنا هشوف العلاج النفسي للعيالي أو هشوف أو هي حتى تروح تتعالج أنا مبسوطة جدا وده بالحكس دي أحسن حاجة حصلت دلوقتي أنه بقى فيه وعي كل واحد بقى فهم مشاكله وبقى عارف مين مصدر مشاكله كمان عشان يتعافى من العلاقة ويعالجها ويعالجها ويقوم من الموقف اللي هو فيه بالنسبة لأماني برضو أنا شايفة أنها بدأت تفهم دلوقتي بسببها ما تنتأخر شواء سنعايز شوف بقى دلوقتي تسيبها الحاجة الحلوة اللي زودناها في البرنامج أنه دايما يكون معنا تقارير من الشارع نسمع رأيي الناس أنهم يكونوا حتى مهتمين يسمعوا أنه الطب النفسي بيقول إيه أو حتى بقى هم ساعات محللين بالضبط فإحنا وصلنا أدرك قصة الوعي أنا فجأت دي حاجة دي حاجة بقى فستني جدا فالواحد بقى واحد بقى الأصلي إبني تعبان نفسيا من كذا فده حاجة حالوة تعين شوف رأيي الشرع يا دكتور هان يلا بين قصة أماني الخطأ عند الاتنين عند الأم في تربيتها وعندي أماني في شلوكها مع أمها لأن الأم المفروض تكون حنان ومصدر حنان لجميع الأسرة في أمها ممكن تضر بنتها من غير ما تعرف وهي لو شغالة أو بتأخذ مع عاش أبوها بعد ما توفى تنفصل عن أمها خالص تعتبر أمها ماتة أنصح والدة أماني بحاجتين أن تتق الله في نفسها لا تفرق بين ابنتها أماني وبنت أبنائها أن تحافظ على أماني حفاظا وتعوضها عن الخسارة التي سببتها لها فأنا أرى أن لا يوجد أم تحب بنت وتكره الباقي لا لا هي حفاظا الموضوع غلط هي تقرب من أمها وأمها برضا تحاول تقرب منها وتحكي لها على كل حاجة لكي لا تخش في موضوع اكتئاب وموضوع غلط أنا مش مقتنع طبعا بكلام أماني لكي لا يوجد أمك تكره بنتها والله أنا أرى أنها مبالغة زيادة يعني لا يوجد أم أولا تكره بنتها أو تحقد على بنتها كل أم عاوزة مصلحة بنتها أو مصلحة ابنها مش أكتر ولا أقل هي وممكن يعني هي حاسة كده لنقص في حياتها أو في حاجة هي لقصها عاوزة تكملها فها مش قادرة تكملها بأي حال والله أنا أنسح والدي تأماني أن هي برضو تحاول أن هي تحسس أماني أن هي موجودة في حياتها ما تبعدش عنها وتحسسها برضو بوجودها في الحياة معها الإحساس اللي هي حاسة بأمها ده بسبب البعض يعني ممكن أمها تكون بعيدة عنها أو هي تكون بعيدة عن أمها إيا أماني أول حاجة تلجأ تادي تلجأ يا ربنا أولاً وآخراً ثم لأمها فيش غر أمها يعني الرسول والسلام قال أمك ثم أمك ثم أمك يعني من هلجأ لجر أمي؟ في أي من إحنا من المحنات مين غر أمها يشيني؟ فيش غر أمها يشيني؟ لا أكيد هي موهومة أو حتى لو هي في أمي كده بتفرق ما بين المعاملة لو هي كويسة هتحاول إن هي تقرّق منها بالكويس لحد ما هتغير المعاملة ما فيش حد بيفضل بياخد موقف من أي حد بدون أسباب أنا لو حد وحش معايا أكيد أنا بمعاملتي كويسة أكيد هغير من أسلوبه من طبو أكيد المعاملة هي مستهيأ لها إن هي بتكرهها أسجد عشان والدتها واخد منها موقف فأكيد لازم يبقى درد فعلها بس هي لو حاولت إن هي تبتدي بالأحسن وتحاول تقرّب من والدتها أكيد هيبقى ليه رد فعل تاني بد ابنها واخد الموقف ده إن هي وصلت له الإحاق بكده إن هي والدتها بتكرهها وإن هي ما بتحبش والدتها فبالتالي هتوصل الإحساس ده لابنها فهو أكيد مش هيحبه أنصح أماني إن هي تفتح صفحة جديدة وتحاول تقرّب من والدتها بشتى الطرق لإن رضا الأم وبرّ الوالدين يعني من رضا الرب هي حتى لو أمها وحشة هي متى يعني تقابل الوحش بالحلم أكيدها تتغير لأ مبسوطة يا هندن بقى فيه وعي كبير كده وإنه الناس بقت تفهم والناس بقت تفهم يعني إيه المرض النفسي وبقت تفهم إنه ممكن تكون فيه حاجات عشان مثلا حصلت كذا فقدت لكذا بالظالم مبسوطة أنا حتى بقينا نعذر بعض وبقينا بنسمع بناتقبل الفكرة كان الأول وفيش حاجة اسمها كده كان أول كان يقولك أنت بتمثل أنت عندك اكتئاب كل صندوقين شاور ما لا أدك تأي في حاجة اسمها أكتئاب جات وبقينا حتى بنسمع عن الاكتئاب الموسمي وإنه لو أنت دخل على خريف أو دخل على الشتاء أو صيف ساعات ممكن يجيلك اكتئاب فعلا طبعا التغيرات وفصول بتاعة من الاكتئاب بس فكرة أصلا إنهنا بقينا فهمين أنا مبسوطة أي التغيرات دي والسلوك اللي بيظهر دي أنا مش رفضاه كل المجتمع بقاش رفضه وبقينا عارفيني يعني إيه شخص تاكسيك أيوة علاقة سامة علاقة غير مريحة يعني إيه بقى فيه علاقة سامة وغير مريحة لحد قريب بالنسبة لي أم أب أخ من أصعب الحاجات الزوج ممكن من عادي لكن لو كان حد من دمي عامل إيه وأنا مكبرة نتعامل معاك خلينا نفهم إن الشخصيات دي أصلا يعني بني أدمين أول وعن آخر في البداية سواء أب أو أم بني أدمين مروا بظروف عندهم مواقف ليهم اتباعهم ليهم سماتهم الشخصية ممكن يكون عندهم اضطرابات نفسية أصلا بتحكم فيهم لأنه ما فيش كتالوك بينزل الأب والأم وفهد أنت بقيت أب هتعمل واحد اثنين ثلاثة لا فيه سمات شخصية بتحكم فيه آه مؤذية آه بتخلي العلاقة غير مريحة فيها تهديد ما فيش أمان من الإبناء أتعامل لازم أتعامل على الأقل فيه حالك حاجة البر البر الولادين لازم نحافظ على ذي لازم نحافظ لازم نحافظ لازم نحافظ لازم نحس البر أنه أنا أعمل إيه بس أنا نفسي أهم يعني أنا مع البر العلاقات دي بالذات مش هنفع تقضي أتعم يعني أنا كلما كلمك مكالمة أتنكدي علي فيها يا مام أو أكلمك مكالمة يا بابا أروح لك أرجع متنك كده نحتاجين نعمل حدود نفسية يعني إيه حدود نفسية يعني أولا نستوعب أن الشخصيات دي سمتها كده خلاص عندها سمات نفسية مريضة فيه اترابات شخصية كما أنت هتمرضي ابني ما أنا عندي وعي ما أنا لازم أستوعب وبرضو دي نقطة مهمة أنا عايزة أوصلها الأماني ما توصليش مشاعرك اللي أنت حسيها نحية والدتك لابنك ما تورسهوش نفس المشاعر لأن أنت كده بشكل أو بآخر هتخليه كأنه ياخد منك أنت انتباعاتك عن ممتك لا لازم يكون أنت عندك وعي وعندك نطق طيب إحنا زي نتعامل مع الأزمات يعني هي حرام بتقول أنا كنت بحاول أن أنا خليه ما يحسش بدأ هي ممكن تكون وصلتها لغزبا عنها تقتها هي ثابتها ومشت طب وإيه فرق بين التوكسك أو السام واللي بيشاع تلقى سلبي هو ما شابها بعد تقريبا يمكن حد يخش مثلا في الشغلانة بجد يجي الستوديو يقفلنا اليوم يعود في العائلة أفكاره سلبية كثير أداءه موتر وجوده وحش أداءه موتر وجوده موتر ده توكسك ولا ده أي ولا ضغط معنو التوكسك في العلاقات بمعنى أنه بيوصل طول الوقت أنت مش مرتاحة وانت عادة بقى علاقة في التعامل في أسلوب التعامل إنما لو شخص قريدي مثلا تحسن هو كثير الحركة متوتر أفكاره سلبية على طول ده شخص ده ندعو التاقته سلبية كثير الشكوى ده التاقة ويطلع الحاجات السلبية فيه قولها فيك كزي ما قالت البنت نكادية نعم طب ليه الأب بساكت على كل ده ومعنى هو بيشتكي للبنت ولا هو ما بيشتكيش للبنت ويبيت هيقلها ولا إيه هو فيه جزء برضه خلينا نقول إنه ممكن تكون الأم بتتعامل مع التلاتة كده يعني سمات شخصيتها طب وزي ويبيتجيب لدي لبس ودعياله بتعاملها كويس ما هي ممكن تكون بتعمل لأماني حاجة ودي حاجة ودي حاجة يعني معدها بيتها وهي ابنها وسكتة يعني ممكن يكون كلهم لا ممكن يكون هم بتعاملوا بطريقة فيها قصوة أسلم تختار أماني تحديدا تعملها بقصوة آه يعني هي مثلا بتجيب الأكل اللي هما بيحبوه مثلا بس أماني حساسها شوية فبتلك عمرها ما سألتني محتاجة حاجة طب ما أنا عارفة أنت بتاكل إيه يا بنت وجيبته لازم أسألك من هذه الفكرة هي إخواتها مشتكوش لسه مش عارفين ممكن عندهم نفس الموقف ولا لأ لكن الأم دي الشخصية دي من الأمهات اللي هي بتتعامل مبدأ القصوة ده وعدم الاهتمام وعدم الاحتواء وأنها تظهر بأحسن صورة في التعامل مع الناس من برة لكن في جوة بيتها مع ولدها ما فيش اهتمام مش هتوقف تفضيل ورغم أنه فيه مثلا زي مبدأ من أول فرق تسود أنا ممكن أعمل ده كويس وده وحش في التاني يفضل محتاج لطول الوقت أنا بقرب من ده وببعد بنفر ده فيه أمهات كده لا لا فيه نمازج من الأمهات يعني فيه حاجة اسمها مرض فرط الحساسية أو الحساسية الزي ده أنه فيه عيل بيبقى حساس قوي وعيل فيه إنسان حساس جدا فيه حاجة اسمها كده طبعا فيه حساس بيعمل تضخيم للأفكار يعني بيعمل تضخيم للمواقف ده ليه علاج دي ولا ده مرض ده ده اسمه خطأ من أخطاء التفكير اللي هو بيقول يعني سننه موقف عادي بس ده مش مرض نفس بصي عشان نوصف لمرض نفسي بيقى فيه مجموعة حاجات عشان نحدد مش حاجة واحدة يعني بالنسبة لأي مرض ليه مجموعة أعراض مش حاجة واحدة لكن لو كمنا على فكرة إن أنا حساس نحية الأفكار أو نحية الأشخاص دي فيه شخصيات حساسة دي فيه شخصيات تجنبية تبعد عن الآخرين لكن المواقف اللي بتتضخم يمكن أن أعام معك موقف دي عادي هو نفس الموقف يتعام مع حدي تاني حدي تاني ضخمه وكبره هنا تفكيره ضخمه يعني نحن نختلف عن بعض أنا مثلا تعلمت هنا شوية مصطلحات أو أعراض أو طريق التناول كل شخص للتعامل مثلا في مشكلة يعني فيه ناس شخصية مثلا عنادية سلبية اللي هو بيعاقب بالصمت العقابي أو كده أو يديك كلمتين منهمش لازمة وفي شخصية عنادية إيجابية اللي بيقوم يكسر المكان ويقول لك وإيه أنا إيجابي يلا بيأخذ موقف فمامتها هنا دي تصنيف شخصيتها إيه والله حسب الوصف دي وصفته وإنني بيحب مش شخص أوي كده نقدر لون عندها التراب شخصية نرجسية مثلا ده بيبقى شخصية نرجسية ولا ملمسة في النرجسية لزي ما بيقولوا لو التراب يعني لس أقول لك على حاجة التراب شخصية نرجسية عشان الشخصه لأ محتاج تصريخ صدقيق ومحتاج يكون مختصة ولشخصه لكن في بعض الصفات من الحكي كده تقول إن هي كده تمام كده المعاملة القاسية إنها مش عادة تستقل عن حياتها إنها وصفها بإنها نكادية رفضها الدائم ما فيش محبة ما فيش عطيفة ما فيش عطاء كل ده ممكن نحطهم ضمن ده ضمن ده ضمن التراب ممكن نقول إنه هي لما اكتكلمت قدام الأب أو قالت رأيها معين هي ممكن تبع حاجة عادية ومش الأمة ممكن تتكلم في أي جوازة وممكن نعترض على حاجة ولا لأ ولا ده معنا إن البيت ممشيست لا أواق خلينا ناخدها من حاجة تأماني أكتر هي مش عادة البنت تستقل هي مش عادة البنت تحت ليه معيني عايز تخلص منها بتهيق لي هي مبسوطة هي بتمرس عليها القهر والأونين دقيقها كده فمش عايزها تمش لأن في أمهات أصلا بتغير من بناتها إن هم يستقل أو ينجحوا إحقوا ذاتهم ليه هي كده هتخرجي من تحت سيطرتي أنا كده ولو حصل ده هتوقع تكرهاها في كل اللي حواليها محدش بيحبك غيري لأ صحبتك دي مش كويسة لأ جوزك ده مش كويس ولو لاحظتي إن البنت انفصلت عن جوزها بسبب تهدخلات حماتها هي عملت هنا حالة من إسقاط على حماتها أن هي رفضت السلطة دي رفضت سلطة الأم فشافت الحمكة النموذج اللي هو بيسلبي برضو في حياتها فرفضت الحياة بالطريقة دي هي كانت متقبلة معها عشان مامتها عشان إحتاس بالزنب عشان فكرة إن دي أمي عشان كده قالت إن مامتو هي اللي مشيها وبتتدخل هي عملت العكس هي شافت ده شافت صورة مامتها في حماتها في حياتها ما كملتش يعني هي حماتها ما كيتش وحشة ممكن ممكن تكون وحشة بس بالدرجة العادية ممكن تكون ستة عادية بس هي تضخيم الإحساس عندها إنها محتاجة تستقله ومحتاجة بقاليها حياتها الخاصة ده خلى إن شافت تدخل الحمات الأم دي أو حماتها دي قوي عليه شبهها بسيطرة أمها فأنا مش خارجة من سيطرة أمي سيخالي بقليك هي مراحتش بعد 8 سنين تقريبا كان عندها 21 بعد 8 سنين واضح إنها عندك قوي التحمل واضح إنها برضو شخصتها شوية ضعيفة مش بتعرف تاخد مواقف سريع ستنى تمنى سنين ما تتجريش في الجواب آه ما عايز تتعيش ما هنا فيه مكان لو أنا رجعت هرجع فين لمكان غير آمن هل البنات ممكن فعلا تطفش من البيت عشان للأسف كتير ويكون فيه بس هنا العيلة اللي حنا نتكلم فيها هي عندها وعي وإدراك وعيلة مثلا أسرة متوسطة الحال بيعملوا كده برضو حتى لو أنت متعلمة ومعاكنة تشتغل يعني أنت نزلت اشتغلت بعد ما إبني كبير وبقى يروح مجلسة يعني أنت واحدة تقدر تجيب فلوس وتعرف تعمل دخل وقد قادر تجيب قوت يومها زي ما بيقول بالزبط طب هتبقي نفس الفكر معقول تقصدي يعني أن هي ليه قررت من أول أن هي تهرب من البيت وتتجود البيت مش أمان أنا البت بالنسبة لي بقى مصدر تهديد أنا مش مرتاحة هنا طول الوقت أنا حاسة أن أنا مرفوضة ومش مرتاحة ومش عارفة أتعامل علاقات مريحة ده غير أن أنا كمان حاسة أن فيه تفرقة بالمعاملة ما بيني وبين أختي وبيني وبين أخويا فأنا هنا مش أماني أنا عايزة أستقله وارتح وأخرج منها فأي حد ما إن شاء الله في آخر الدنيا أنا أتجوز وروح له القضية مش قضية احتياج مادي أكثر قدمه احتياج عاطفي أنا عايزة حد يحس بي أنا عايزة أسألك سؤال وده اللي يعني هاختم بيه الفقرة دي وهنرجع أننا نبدأ بيه الفقرة اللي جاية بس اللي أنا عم لا أفكر فيه أنه مش أقولك بقى أن هل فيه مثلا أهالي تستحق أن احنا نكرهها أو 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 لا أنا هسألك سؤال تاني خالص لأنه بيعمموا بكده أنه هل فعلا حقيقي عشان إحنا ما خدناش وقت كبير في التعارف لازم دايما ننتهي بالطلاق يعني لازم أن أنا أعود عرفك أكتر فدي علاقة أول محد يعرف مثلا إحنا جاوزنا في 6 شهور جاوزنا في 3 شهور جاوزنا في سنة علاقة حتمية هتنتهي بالطلاق بعد كده تلاقي الناس أنا كنت أعرفهم من المدرسة وصغيرين وتربوا على حب ببعض زي ما بيقولوا وقعدوا مع بعض بالـ 12 والـ 13 سنة اتطلقوا بعد أول سنة جواز فإحنا مش هنجاو غير بعد الفاصل استنون ورجعنا لكم بعد الفاصل وكان لسه بسأل دكتور هند البنة من أوراني النهاردة كنت بسألها ليه دايما بيقولوا إنه علاقة عرفنا بعد 3 شهور 6 شهور سنة وتجوزنا يقولك محكوم عليها بالفشل مع إننا نعرف ناس قعدت مع بعض اتربوا على حب بعض زي ما بنقول قعدوا 12 سنة مثلا بيحبوا بعض والأهالي عارفة وعارفين هما في الآخر العلاقة دي هتبقى للجواز اتجوزوا ماستحملوش بعد سنة بس طبعا لازم يكون في مفاجأة إن احنا بيكون معنا عيل وإحنا جاييننا نفاصل دي حاجة معروفة يعني إيه بي يا دكتور هند إزاي إن أنا عاود أقول إنه مثلا لو حد اتجوز في 3 شهور هيتطلق نعم الشرط خالص ولا شرط اللي قعد برضو سنين مع بعض والجوز يتطلقوا لو اتكلمنا مع بعض على التليفون وهي long distance relationship أو إنه علاقة بعيدة منه فهو في بلد وأنا في بلد أو هو في محافظة أنا في محافظة يقول لك طبعا معرفتوش بعض وطبعا معكم عليها بالفشل لأن الواقع غير التوقع وإن أنا عيش مع بعض عيش معك في مكان واحد بمسؤوليات الحياة والظروف اللي احنا ممر فيها بتفرض علينا أشياء بتخلينا مش متقبل أحسنتي عارفة إن علم النفس يقولك لأ شو فيه في الصيف وشو فيه في الشتاء بعد كده اتجاوزي أطقا يعني فيه فترات تغيرات الفصول والنبي لو شفته في الخريف لو شفته في الربيع يعني أفلنا عليها باب واحد مجرد أيها بالضبط شخصية كلنا غصبا عنها نعيش بعض فترات بعد كده طويلة بنكتشف حاجات تانية أنا عارف إنهم بيحبش حطوا فشة السنان بتاعته مكانها في الصيف أو في الربيع أو في الخريف هعرفوا ليه دي تفصيلة ما تعملش بسكيلة برضو دي حاجة من الحاجات دي أقولك دي دي دياريتها دي عفوش السنان دي تفصيلة ما تعملش بسكيلة لكن خلالنا نقول إن احنا كل فترة الشخصية نفسها تضغير يعني فترة مهمة كانوا اللي بيحبوا بعد 12-13 سنة دولت دي فترة وعي مختلفة لما دخلنا في الجواز في حاجات تانية كثير الشخصية نفسها اختلفت بعد سنين تانية الشخصية تختلف إحنا نفودي يكونوا عندنا تقبل تغيرات الشخصية على المراحل العمرية بتاعتها ليه دي من يقولك الجواز لو عدت بسبعة سنين يبقى خلاص العلاقة دي تنجح في حاجة سمع كده لإن احنا موردنا مراحل كتير مع بعض واستحملنا بعض شمعنا سبعة يعني هي فيه سبعة وفيه 14 وفيه 21 لا أنا أعرف في الثلاثة لا أنت في الثلاثة لا بيقولك أول سنة لو عدت وما انطلقتوش خلاص ثلاث سنة ماشي ما هو عدت لاجة سبعة 14 صحيح أنا بقولك واحد ثلاثة الصعيب أنا سألت على واحد ثلاثة دي سبعة ايه لابنها ما عدتنا لأول واحد يبقى إحنا تمام في الأمام بدأنا نفهم بعض ومستوعب بعض يعني لو عدتنا أول سنة خلاص عدتنا وفهمنا واستوعبنا وقدرنا نتجاوز مشاكلنا وخلافاتنا مع بعض وبدأنا نفهم شخصياتنا وإحنا عادين مع بعض بالمسؤولات اللي علينا إحنا كده تمام ولا حد بيش وفي واحد بيكبر دماغه والتاني فكر أنه على طول صح اللي كبر دماغه ده برضو أرى الموضوع فهم الموضوع خلاص ومش محتاجة أن احنا تخاني إن في حاجات تانية أنا عايش معاك عشانها لو إحنا اختلفنا على حاجات للحاجات دي مش مؤثرة أو أنا كبرت دماغي عنها لكن في أساسيات تانية أنا أنا بني على ممكن أعدي لك أنت لكن ما عديش لمامتك زي ما هيكا بتقول إنه مامتو متحكمة فكنت بتقول ليه هي عملت إسقاط على حاماتها يعني هي ما تقبلتش تانية يبقى فيه حد متحكم في حياتها هي عايش حرية عايش مستقلة عايش عايش في حياة من غير ما يكون فيها فرض سيطرة يعني نموذج الأم اللي كانت مسيطرة دي اتنقل نموذج حاماتها طب أنا هربنا من إيه هربنا من حد تانية اتدخل حياتي وفرت عليها نفسه أنا محتاجة أعيش بحرية واستقلال فعلشان كده هي قرارة تركي سيما جابتش سيرته خالص تانية لا حاول يرجع لها ولا حاول يشوف ابنها هي غالبا هي لساعة للطلاق أنا مش عايزة تكمل معك مش عايزة تعيش حياة تانية مش مريحة هي مش مستبت بيت أهلها عشان تروح في مكان محافظة تانية من نقصك وتتجاوز وتلاقي فيه تدخلات تانية وسلطة تانية هي عايز تهرب من السلطة وتهرب الملوضة اللي هي فيه وده السبب فيه مين الأم اللي هي ربتها على كده هي طول الوقت هي حاسة أنها في احتياج لأمان احتياج لحب احتياج لحد يحتويها احتياج لحد يديها مساحة تعبر عنها طيب ولو اللي محتاج ده مش بيدور على حوالي ولا بيروح يعط في محافظة تانية ويهرب ويمشي ما هي عندها إحساس بالزنب هي لو قعدت هنا في البيت في نفس المكان هبقى مطالب مني أن أنا أكون معاها أنا مش قادرة أكون معاها فعشان أهرب من إحساس بالزنب اللي عندي ببعت بايد عشان فيه مسافة بقى بعيدة ما يخلييني من المقدار شجي طب أخوها مثلا كويس معها ممكن تقعد مثلا في حتة جنب أخوها ما يمكن تقول المحافظة اللي راح تلاها دي هي محافظة أهل جزء أصلا أو بيتها اللي كان سيبها هناك مثلا ممكن ممكن ما قالت شوار ما قالتش بس هو أنا محب التفاصيل قوي طبعا دي بتوضح حاجات كثيرة طبعا بس هي قرار تبعد خالص تبعد عن كل المكان ده عشان كده أنت أماني محتاجة تقوي نفسك شوية أكتر من كده أنت محتاجة تفهمي تحددي أولوياتك وتحددي أنت إدارة تعملي إيه واضح وانت في سن خلاص سن وعي طب أنا عايز أسألك بقى حاجة مش أسألك حتى على قصة أنا هتكلم في العموم لأنه فيه كتير بيسمعونا أو بيشوفونا عايزين يعرفوا ولا أنا هقوله ده حل ولا لا هل الهروب أحيانا بيبقى حلة من وجهة نظرك؟ الهروب من غير معالك؟ لا مش حلة طبعا هتعالج مع مامك لا أتعالج بأفكاري هنا الهروب ما كانش حل؟ الهروب هنا هروب مكان لكن لسه الفكرة موجودة أنا لسه أنا محتارة أعيش معاها ولا لا الفكرة مراحتش أنت مشتغلتيش على الفكرة معالكتش الأفكار الجواكي ولا أحاذك بالذنب الحيتها لا يا ماني أنت معالكش نوت جواعي أنت قررت تنسحبه وتهربه وتسيبه المكان ومشاكلك زي ما هي وأفكارك زي ما هي وأزمتك مع مامتك زي ما هي من هغير أمي إزاي؟ لا أنت هتغيري تفكيرك نحيطها هتغيري تأذى مش هتقبلها برضو عشان ليه بتعمله غصبا عنك مش هتقبل إيه؟ إن هي تقبل كل حاجة ما بتسألنيش أنت مرتاحة ولا لا بتاخذي الناس في حضنك ولا لا؟ عارفة أهو في أم عمراء ما خادل حد في حضنها؟ كتير جدا في أمهات أصلا بتعمد ما تاخدس أولاد الحضن ليه بقى؟ عشان لما تموت ما تسيبهمشه ولا يا عشان؟ لا علشان ما تدهمش تعود ما تدهمش أمان ليه فتكروا أنه نوع من الدلعة في أمهات بيتعمد القصوة وكتير جدا ما تعمدوا القصوة في أمهات كتير بيتعمد ما تقولك إيش حتى برافو عليك إن شاطرا نجحت في حاجة ليه؟ هو كده حسستك أنك عملت حاجة في أمهات تانية بتبتزك عطفيا جدا لم أقدمتش حاجة خالص علشان تبطلت طول قد تحت سيطرتها لا في أمهات قصية سيطرتها إيه دي أنا أقول ما شم نفسي أول واحدة هقلب عليها يا إنتي أو إنتي ما هي بتشتغل بالإبتزال عطفيا عليك وتشتغل ببر الولدين وبتشتغل بأن أنا أخضب عليك أوعي تقولي لي لا أنا بأعمل كده عشان مصلحتك وربنا يخضب عليك أنا بأعمل والفكرة برضو دي هي بترسخ بعد الأمهات للأطفال هم مصغرين لو عملت حاجة زي كده ربنا يزعل من إحنا ربطنا هنا بين الرضاكي والرضا ده طب النوع من الأمهات ده بيتعمل معه إزاي أو الأبهات اللي بتعمل كده حدود نعم الحدود النفسية أفهم الأول إنه ما خلاص شخصياتهم كده أنا مش قادرة أغيرها أنا مش حدود وساعات الناس بتاخد الأطفال لو طفل بياخد جنب بتلاقيه عيندي عصبي بيجده ببرة بلقوش قدامي ده الأفضل العيندي العصبي ده ده الكويس فيه شخصيات تانية تبقى انسحبية انهزامية انطوائية طبعاً ده عصب يعود ربلي العيل في مدرسة كل يومي على الأقل هو فرغ عن طاقته شوية فرغ عن طاقته وضربلي العيال مش أحسن حاجة رد فعل يعني اللي هو فيه هنا مادة تانية أقصى سلبية الطفل يبقى انطوائي يبقى عنده ثقة بنفسه ما يعفش تعلمه مع الناس يعني الطفل يبقى انطوائي ولا يروح يطلع الطاقة دي في حاجات غلط ما هو سواء كان كده أو كده الحاجة مش كويسة بس سببهم مين قصوة البيت وعدم الأمان والتهديد الدائم اللي حاسه في البيت لنم يعود ده بأي طريقة العنى دي العصبي ده لأ متنفس مش أحسن حاجة ده ده ما قلت لك ومش حاجة كويسة بس فيه المقابل ليه هتلاقش اخطفش مش قادر يتعامل مع الآخرين فقد الثقة بنفسه ولو يتعامل هيتعامل باحتياجه العاطفي اللي حد يديله مشاعر ومديلك أمان ده سبب مين الأم بقى طب هي دلوقتي هتتعامل ازاي مع ابنها لو هي فهمت الكلام ده كله ابنها الصغير مش شايفة أولا هي محتاجة فعلا تروح للمختصي يديها شوية نصايح كده وشوية إرشاد ويتعالج معها ويعالجها في الأفكار السلبية اللي متكونة عندها عشان هي محتاجة تتعافع عشان تقدر تربي ابنها بطريقة صح لأن للأسف احنا بعض الأبناء اللي هما بيتعرضوا القصوة من الأمهات بعد شوية بقى شبههم بشكل إراضي يعني هي ممكن تكون لازم تتعلم أنا شفت صورة فعلا على السوشيال ميديا حلو قوي بيقولك يعني مدير الراجل بيزعق للراجل الراجل راح زعق للست بالضبط الست بتزعق للإبن الإبن طلع ده كله في غله وفي البت بتاعته أو في زمائل في مدرسها فهي بتبقى دايرة بالضبط لأ وفي نقطة تانية كمان إحنا كأولادنا نعكاس لينا اللي إحنا بنعمله معاهم بنعمله بيطلع عليهم الوعي بقى هو اللي بيفرق في الحتة دي أنت دلوقتي عندك عنيتي من مشكلة كبيرة مع مامتك لحد من وصل سنك 40 سنة لازم يبقى عندك وعي ونضب وتشتغل على اللي حصل ده يعني تبدأت تعافي من صدمتك من والدتك أو أن أنت تفهمي أن لازم ماما تبقى واحد اتنين ثلاثة هو مش كتالوج علشان هي تبقى لازم بنفس السفات خلص هي كانت شخصية طعا كده وتفر عندها الترب شخصية وتفر هي كانت عندها أزمات في الطفولة ترب التربية قاسية تصلحي مع الفكرة دي علشان تقدر تكملي أنت دلوقتي أماني شايلة ابنك لوحدك وبتربي لوحدك ومسؤولة عن بني آدم أنت عايزة تطلعي سوي ما يعانيش معيك ما يعانيش زي ما انت عانيتي يبقى انت محتاجة تبدأي تتصلحي هتبريها هتبريها بالحدود الطبيعية جدا هتواصلي معها لكن انت بش مضطرة تعيش معها خالص لا ابعدي آزها عنك حتى لو حصل آزة انت استوعبي أن الآزة ده ما يبقاش جواك خلاص خذي من برا ما تخدوش من جواك أو يسيطر عليك لكن ما تبضلش عادة في محافظة تانية لو هي قدرت تعيش في منافسة محافظتها بس مستقلة في بيت تاني تمام لكن ما تعيش مع والدتها دين خالص لا خالص لما تتعافى لما تتعافى وتدت تتقبلها وتسامحها على اللي حصل لها مش ممكن تروح تقول لها انت اللي ودتيني الدكتور نفسي انها روحت بسببك ده هيبقى سعدها وهناها يعني ايه يعني هتبقى مبسوطة لا الام ان انا روح اقول للام انتي السبب في ان انا روحت هتعالج طبعا هتنكر اننا السبب بس تبقى كويس مبسوطة مين قالك ان ده هيديئة بجاء طبعا يعني هي مكتش عايزها تمشي بس تتوفي انها تتعافى وتتعالج منها لا تقصدي ايه انا قصدي انه هي تقولها لا انا وصلتك لده انا سبقى لا اوماه عمرها ما تتعالج لو هي شخصية فعلان فيها سنات النرجسية انسي انا شوفت النرجسية مش هيرضو انا قصدي ان ابنتي بجوها غلة اكتر تقولها انتي السبب ان انا روحت الدكاترة نفسيين يا ماما ماهو الدكتور هيعلمك ازاي تتعافي وتتصلحي مع الامور دي مش يبقى عندك الافكار بس اقول له ان دي مخاوف ان انا ممكن اقول له امي كده صح هيشتغل معاك على الحتة دي ممكن طبعا تلوم عليها لان ام انا دالي بخاف من الام اصلا دا ام تلوم طبيعي ايه ده هيبقى هي عا تردهولها كده صح مزبوط فطبيعي ان هي تبدأ دلوقتي تتعالج علشان تقوي نفسها علشان ما تبقاش عندها ازمات حتى تورسها لابنها بعد كده وعلشان هي مع الوقت ما تبقاش نفس شخصية الام مع ابنها الازمات والامراض النفسية بتتورس لذي عيالنا الافكار بتتورس والازمات بتتورس طبعا بتتورس يا ممكن اورسهم ان انا مثلا ما بحبش هو افر هم يطلع بيكرهون طبعا ولا هم عشان بيحسوا انه بيداق مامتهم انت ايه ارتباط بقى الارتباط بيننا وبينهم بس ممكن الحاجان دي فعلا نورسها من بعض اه طبعا وافكار الاتهاد بتورس وطلع بتمها مريض وكده الولد لما بدأ يقول لك انا جيت تتها بتحبينيش ليه ما دي افكار اتهاد طبعا اوكي اللي هي عند ماما برضو اصلا طبعا حتى لو هي ما قلت هلوش بس هو حاسسها شايفها شايفها في الام او هي بصت له فخليته يقول كده بناء انا على ايه بناء على ان الام نفسها حاسة نفس المشاعر نو بتعامل ولاد الابن احسن هي سلسلة بقى فاحنا نوقف في سلسلة دي اماني ونبدأ نشتغل على نفسنا وما نحسش بالزم وما نقعش ضحايا بتززع طيفي من ناحية الام فيه بر فيه بر الامي فيه السؤال عنها ولكن انا بشتغل على نفسي عشان اتعافى وقدر اكمل المسيرة صح ولا انا ما خطوش من امي انا قديه الابني ما بقاش مكملة نفسي المسيرة بتحك بشكرك ونهارتيني مرسي جدا لأسلان مرسي يا حبيب مرسي يا حبيب بشكرك جدا ببسطت معاكم النهار ده وبنحاول نحل على قد ما نقدر واغلبية المشكل بتبدأ من كره الام للأسف وانا أسفن بقول كره الام وكره الاب لانه فيه احيانا مشاعر بتبقى غصبة عننا لابنشوف اسوأ بالزيادة فببقى للأسف برضو تاني اكيد في صف اللي بيبعات لي قصة أو بيستنجد بنا هنا في قصة حقيقية ودايما ويرب يجعلنا دايما سند وعون ونحاول نحل ونعمل ربنا يقدرنا عليه وينفع بنا الناس واشكركم جدا وهستناكم في حلقة جديدة وقصة تانية بس يكون قصة حقيقية باي باي